بسم الله الرحمن الرحيم احنا ان شاء الله هنتكلم نعتبر دي المحاضرة رقم اتنين المحاضرة الاولانية كلمنا فيها على basic concepts على مفاهيم بسيطة جدا في مجال psychology او علم النفس كلمنا عن ايه personality ارجو اني اتمنى ان المحاضرات تكون اول باول بتتذاكر personality وبدأنا نطلع من ال personality دي بعض المفاهيم زي person وزي ال individual وزي الشخص والفرد وقلت ده مصطلح وده مصطلح والاتنين بيستخدامهم ثم انتقلنا على ان اي personality عبارة عن مجموعة من وقلنا فيه حاجة اسمها physical وحاجة اسمها social وحاجة اسمها emotional وحاجة اسمها cognitive قبل منها اتكلمنا على المراحل العمرية اللي هي child وقلت كلمة child ما تهمينيش قوي لكن child هو دي اللي هي الطفولة دي تهميني اكتر اتكلمنا بعد كده على adult sense اللي هي مرحلة المراحقة وفي كلمة adult scent ده المراحق نفسه واتكلمنا على الادلت اللي هو الراشد والادلت وهو دي اللي هي مرحلة الرشد ثم قلنا برضو كلمة الانفانت يعني الطفل الرضيع اللي هو مرحلة السنتين الاولى من الحياة انتقلنا بعد كده وشرحنا راحنا سؤال what is psychology وقلنا ان الpsychology بيدرس حاجتين حاجة اسمها الbehavior وحاجة اسمها المنطل بروسس اللي هو السلوك والعمليات الزهنية او العمليات العقلية وبدأنا اعطينا سام اجزامبس على عمليات العقلية زي الperception وزي الattention وزي sensations والimagination والmemory والlearning ومفاهيم زي كده النهاردة برضو بصورة مختصرة ومش هطول على حضراتكم هتكلم على في الجزء ده على self-field of psychology على مجموعة من فروع علم النفس يعني علم النفس psychology ليس علم واحد علوم مختلفة وكتيرة جدا وفي الاول انا هبدأ باول فرع وهو abnormal psychology abnormal psychology او علم النفس البعض بيترجمة علم النفس الشواز البعض بيفضل قول كلمة علم النفس غير العاديدين لكن المصطلح باللغة الانجليزية هو كلمة abnormal 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 يعني غير سوي تمام abnormal يعني نرجع مرة تانية بس كده abnormal معناها يعني غير سوي لأن الكلمة لو احنا لاحظنا فيها النقل لو شلنا الايه والبي الاولانين دولت هتبقى كلمة normal معناها شخص عادي طب بالفعل abnormal سيكونش بيدرس ايه عن شوف كده بيقول لي deal with behavior disorders behavior disorder احنا شفنا في المحاضرة قولناها كلمة behavior behavior معناها سلوك لكن دوقتي بي كلمة اهم من كلمة السلوك وهي كلمة behavior disorders disorders معناها اضطرابات السلوك اضطرابات السلوك طبعا اضطرابات السلوك لها صور بقى مختلفة depressions وكل صور الاضطرابات اللي ممكن يتعرض لها الانسان فهو دايما abnormal psychology deal with يعني 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 يتعامل معها او بيتناول يعني behavior disorder اضطرابات السلوك and disturbed individuals برضو احنا شفنا المحاضرة اللي فاتت كلمة individuals لكن في كلمة صفة عطيناهم لأشخارة كلمة disturbed معناها مضطربين او عندهم حالة من الاضطراب يعني ببساطة علم النفس غير العاديين اللي هو abnormal psychology deal with بيتناول behavior disorders الاضطرابات السلوكية and disturbed individuals والافراد المضطربين او الافراد اللي عندهم قدر من التشويس او الاضطراب خليني برضو يبقى abnormal psychology علم النفس غير العاديين خلي بالنا احنا ممكن نيجي في الامتحان نقول والله الدين expression او الدين اختاري التعريف اللي بيعبر عن علم النفس الشواز هي نفسها علم النفس غير العاديين لشو محدش يستغرب الكلمة لما قول abnormal psychology هي نفسها كلمة علم النفس غير العاديين او علم النفس الشواز برضو العلم ده بيتم بايه deal with behavior disorders بيتعامل مع اضطرابات السلوك and disturbed individuals والافراد المضطربين الافراد المضطربين طب يبقى دولة اهم يعني اهم مصطلحات موجودة هنا هي كلمة طبعا behavior disorders و disturbed individuals دول اهم كلمتين موجودين طبعا ولو اسم العلم نفسه اللي هو abnormal psychology abnormal psychology دول اهم من ثلاث كلمات موجودين يبقى ده فرع من فروع psychology يبقى اذا كان psychology بيتم behavior والmental process ففيه فرع بيتم behavior disorders الاترابات اللي موجودة في السلوك وهو ده فرع من فروع علم النفس لحظوا انه كل فرع من فروع علم النفس هنحطه قبل كلمة psychology وقبلها صفة فالصفة اللي احنا اضفناها لل psychology هي كلمة abnormal abnormal معناها غير سوي او غير عادي او شاز زي ما زي ما ترجمات كتيرة جدا ممكن انها تكون موجودة بنفس الكلام تمام طب نشوف ايه الفرع اللي حيجي بعد كده الفرع اللي بعد كده هو ايه الفرع اللي بعد كده عندنا developmental psychology برضو في كلمة psychology في كلمة psychology وقبل منها حطنا صفة الصفة developmental developmental psychology ده وصف psychology اللي هو علم النفس الارتقائي او علم النفس النمو او علم النفس النمائي برضو كلها باللغة العربية ترجمات لكتب وكترميات العناوين في ناس بيترجموها كل واحد بيترجمها بطريقة مختلفة فكلمة developmental psychology developmental psychology هو علم النفس النمو وعلم النفس الارتقائي وعلم النفس النمائي كلها حاجة واحدة طب العلم ده بيدرس ايه زي العلم اللي فات بيدرس الbehavior disorders لا developmental psychology is the study هو دراسة of behavioral pattern behavioral طبعا pattern معناها نسق انساق السلوكية او يعني انماط السلوك وكمان بيدرس اتشينج التغيرات اللي بتحدث في السلوك يعني بيحسن التغيرات اللي بتحدث في السلوك والتغيرات اللي بتحدث فيه النسق بتاع السلوك طب بيدرسها فين امتى فقالوا مرحلة عمرية over the course of person's lifetime اللي بالنا برضو كلمة person قبلتنا قبل كده وهنا معناها lifetime يعني عبر مصار او حياة الشخص عبر حياة الشخص طبعا لحظة الترجمة موجودة تحت علم النفس النمو ويدرسة التغيرات السلوكية عبر حياة الشخص طبعا كلمة pattern يعني انا تجاوزت عنا في الترجمة لان يعني ايه نصق سلوكي لكن الانصق السلوك معناها ان كل يعني الحاجات اللي احنا بنشترك فيها مع بعض يعني اطفال بيجوا في مرحلة عمرية معينة في حاجات بتجمحهم في حاسفات بتبقى بتبقى سبقى مشتركة لكن علم النفس النمو بيهتم بدراسة التغيرات زي الترجمة اللي موجودة يعني عبر مصار او عبر مراحل حياة الانسان حتى مجرد هو جانين في رحم الام بيعتبر جزء من مراحل جزء من علم النفس دراس علم النفس النمو يبقى developmental psychology هو علم النفس النمائي علم النفس الارتقائي علم النفس النمو وكل مسماعات واحدة وهو بيدرس The study of behavioral pattern and changes over the course of person's lifetime يعني بيدرس التغيرات السلوكية والأنصاق السلوك عبر حياة الانسان كلها عبر حياة الانسان كلها قبل برضو مفتح المايكات وأسمع أي أسئلة أاخد كمان فرع رقم ثلاثة فرع الثالث اللي هو educational psychology وبرضو هنا أضفنا صفة جديدة للسيكولوجي وهو كلمة educational educational psychology وده التربوي ده فرع ثاني educational psychology علم النفس التربوي طب بيدرس إيه study teaching process بيدرس عمليات التدريس teaching اللي هو التدريس طبعا process قبلتنا أو processes قبلتنا قبل كده قلنا عليه عمليات لما قلنا mental processes بيدرس عمليات التدريس and how information is learning information اللي هي المعلومات كيف تم تعلومها بتتعلمها ازاي within different age groups أو داخل يعني مجموعات ذات مراحل عمرية مختلفة different age age يعني عمر different يعني مختلف يبقى عبر مجموعات عمرية مختلفة الترجمة برضو موجودة تحت ال slides مباشرة educational college عمليات التدريس وكيفية تعلم المعرفة تعلم المعرفة فين هي how information is learning طبعا ده معناها information معناها المعرفة أو المعلومات ونفضل طبعا كلمة information معناها المعلومات لأن كلمة معرفة في مصطلح آخر اسمه knowledge وخليني أميز ما بين الاتنين ما بين كلمة information ونفضل طبعاً ونفضل طبعاً ونفضل طبعاً المعرفة وده بتيجي من البحث العلمي أما الانفضل ممكن لها مصادر مختلفة مصادر غير غير علمية يعني ليست نديكة البحث العلمية الطربوي educational هنا ترجمة نوع علم النفس الطربوي study بيدرس teaching processes عمليات التدريس and how information is learned وكيف تتعلم أو تكتسب أو تتعلم المعرفة أو المعلومة within different age group وسط أو داخل أفراد ذوي أعمار مختلفة different age يعني أعمارهم مختلفة مجموعات ذوي أعمار أو ذوي أمراح العمرية مختلفة برضو هنا الكلمات المهمة teaching اللي هو التدريس learning اللي هو التعلم المعرفة information ومجموعات معناها groups وage معناها عمر مرة تانية خليني ألغي الكلام ده كله وأرجع أقول إحنا لقد عرفنا يعني ثلاث فروع من علم النفس الفرع الأولاني اتكلمنا فيه abnormal psychology abnormal psychology تمام الأول بي دولت دخلوا على الحرف على كلمة normal خليها غير يعني نفتها تمام وقلنا ده deal with بيتعامل مع ما أطلقنا عليه الbehavioral disorders اضطرابات السلوك and distribute individuals والأفراد المضطربين تمام طيب إذا انتقلنا للفرع رقم اتنين وهو developmental psychology علم النفس علم النفس النمائي أو علم النفس النمو أو علم النفس الارتقائي وده برضو قلنا عليه انه بيدرس الbehavioral طبعا هنا behavioral معناها يعني صفة بيدرس التغيرات والأنصاق السلوكية over the course of person's life عبر حياة أو مصار حياة الإنسان ككل الفرع التالت والأخير اللي تكلمنا عليه مع بعض دلوقتي وهو أطلقنا عليه educational psychology علم النفس التربوي علم النفس التربوي وده بيدرس teaching processes يعني بيدرس عمليات التدريس لأن دايما الeducation بيتم بحاجتين بالteaching والlearning دول الموضوعات بتاعه الeducational psychology بيدرس teaching والlearning فده بيدرس الeducational psychology study teaching process and how information is learned within different age group طبعا لأن إحنا عندنا طلاب في سنة وطلاب في حضانة وطلاب بكذا فهو بيهتم بالتعلم داخل المراحل العمرية المختلفة دي طيب خلوني بس إن أنا كده يعني لو فيه أي استفسار أو فيه أي حاجة خلينا إن إحنا نشوفها مع بعض قبل ما نخدش على جزئتين إحنا طبعا الوقت شوفنا برضو خلينا ألخص مرة تانية شوفنا ثلاث فروع من السيكولوجي شوفنا الeducational psychology وشوفنا abnormal psychology وشوفنا developmental psychology ثلاث فروع فرع رقم أربعة اللي عايزين نشوفه من فروع السيكولوجي هو counseling psychology counseling psychology وعلم النفس الإرشادي علم النفس الإرشادي counseling psychology يعني بقصد به علم النفس الإرشادي طبعا خلينا أرجع كده مرة تانية لأن كده هو هنا بيقولي counseling psychology برضو هنا زي ما اتفقنا إن بيبقى في صفة قبل العلم النفس قبل علم النفس في صفة وهي كلمة counseling counseling معناها إرشاد إرشاد وده فرع طبعا مهم جدا من فروع علم النفس ده بيهتم بإيه هذا الفرع اهتماماته يعني بيهتم زي ما احنا مكتوب قدامكم facilitate facilitate يعني ييسر بيسهل بيسهل هذا الفرع personal and interpersonal functioning across the life span يعني ده بيهتم بتيسير أو بتسهيل الإرشاد النفسي أو يسر الإرشاد النفسي الأداء الشخصي والاجتماعي فين كلمة شخصي personal personal معناها شخصي شو بينا كلمة interpersonal interpersonal بتترجم على أنها اجتماعي خلي بالكوا جدا من الكلمة دي interpersonal لأن فيه حاجة في المصطلحان عندنا في علم النفس رائبين جدا حاجة اسمها interpersonal وintra personal interpersonal معناها اجتماعي بعض الناس لما بيلاقي كلمة personal ده شخصي لا دي مش شخصي دي معناها interpersonal اجتماعي across the life span life span يعني عبر مدى حياة الإنسان with a focus on مع التركيز على وبيركز على ايه بقى بيركز على ايه ويحنا قلنا ان هو بيسر الاداء الشخصي والاجتماعي عبر مدى الحياة بس مع التركيز على حاجات معينة حاجات اللي جاية دي في منتهى الامية focus on focus on معناها تركيز على emotional وال social وال vocational وال educational وال health related وال developmental and organizational concern يعني مع التركيز على الاهتمامات concern زي ما معناها الاهتمامات اهتمامات الشخص organizational المهانية او التنظيمية البعض بيترجمة انها organizational جاي من كلمة organization معناها تنظيمي اهتمامات الفرض عنا نبدأ اعمل اول اهتمامات الفرض ايه الانفعالية فين كلمة الانفعالية هي كلمة emotional social اهتمامات الشخص الاجتماعية vocational vocational معناها المهانية educational التربوية health related يعني المرتبطة بالصحة مرتبطة بصحيته البدنية developmental نمائية او تطورية احنا كنت قبل developmental انت لسيكلش قبلتنا كده organizational اللي هي المهانية اللي هي عنا على التنظيمية يعني واضح انه بيه علم النفس الارشادي بيحاول انه يسر ويسهل حياة الانسان في كل المجالات سواء في المجال الاجتماعي او المجال المهني او المجال اشان كده في حاجة اسمها ارشاد طربوي وفي حاجة اسمها ارشاد اجتماعي وفي حاجة اسمها ارشاد تنظيمي وفي حاجة اسمها ارشاد مهني كل دي صور من صور الارشاد المختلفة وفي كتب متخصصة في هذه الامور هنرجع مرة تانية ونقول ان كلمة facilitate الاولانية ديت دي معناها يويسر هي كلمة مكتوبة بالعربي تحت يويسر الارشاد النفسي بيويسر ايه الاداء اللي هي كلمة functioning functioning معناها اداء الاداء الشخصي اللي هي personal and interpersonal والاداء الجماعي او الاجتماعي بيتم بالاتنين دولار الpersonal شخصي الenter personal معناها داخل الشخص لا دي معناها اجتماعي functioning يعني الاداء across the life يعني بياخد حياة الانسان كلها زي علم النفس النمو كده بس with focus on مع التركيز على الجانب emotional جانب الاجتماعي الانفعالي social الاجتماعي vocational اللي هو المهني educational اللي هو الطربوي health related health related يعني الاهتمامات المتعلقة بالصحة يعني الجانب الفيزيكال الجانب البدني developmental النمائية او التطورية organizational التنظيمية كل دي عبارة عن اهتمامات هذا العلم بيهتم كل المجالات دي علشان كده بقولكم ان فيه ارشاد مهني وفيه ارشاد طربوي وفيه ارشاد اكاديمي وفيه ارشاد اجتماعي وفيه ارشاد زواجي كل فروق مجالات الحياة المختلفة هو بيهتم بيهتم بيه طب بيهتم بيه عشان يعمل الفاسيليتيت يسرها على الانسان ما يخليش الشخص يواجه مشاكل معينة طيب ده علم النفس الارشادي علم النفس الارشادي الفرق اللي حيجي بعد كده طبعا ده برضو الكلمات المهمة فاسيليتيت يعني يوسر فانكشنينج يعني الاداء اكروس معناها عبر ده نفسي life span مدى الحياة وبعدين شخصي واجتماعي وانفعالي والسوشيا الاجتماعي والفوكاشنال مهني والأدوكاشنال التربوي والهيرث معناها الصحة والأرجانيزيشن التنظيمي او ذات علاقة بالتنظيم بالمنظمة يعني او المؤسسة اللي هو شغال فيها دي اهم المصطلحات اللي موجودة الفرع رقم خمسة اللي هو الكمبراتيف سايكولوجي كمبراتيف سايكولوجي يبقى احنا شفنا الكونسلينج سايكولوجي واهم المصطلحات اللي موجودة فيه ثم بدأنا نتكلم على ايه على الكمبراتيف سايكولوجي علم النفس المقارنة البعض بيسمي بيسمي الفرع ده ليه مسمى آخر بيطلقه عليه اسم الانيمال سايكولوجي علم النفس الحيوان لكن ده موجود وده موجود وصورندايك ممكن هو الأول واحد قدم لنا هذا الفرع طب الكمبراتيف سايكولوجي بيدرس ايه بيدرس الانيمال بيهيفيور سلوك الحيوان عشان كده قلت ان فيه ناس بتسمي الفرع ده انيمال سايكولوجي بيدرس سلوك الحيوان سلوك الحيوان ايه طبعا احنا ايه علاقة سلوك الحيوان بيدرسه ليه يعني يبقى كومبراتيف سايكولوجي استادي انيمال بيهيفيور تو جين انسايدز لكي يعني يستبصر يفهم يكتسب رؤية وبصيرة وفهم فهم بيه انتو هاو بوث انيمال بيهيفيور عشان نفهم كيف يتصرف ويسلك كل من الحيوان والانسان عايزين نفهم لاتنين دولة فيحنا بندرس سلوك وتخلي بالكم ان معظم نظريات السايكولوجي كلها جات على على حيوانات يعني مثلا بنجد ان ثروندايك وبافلوف وسكينر كل دول عملوا تجاربهم نظريات التعلم كلها اجريت على حيوانات لان في ناس بترى ان نفهم سلوك الحيوان خلينا نفهم سلوك الانسان بس لكن سلوك الحيوان سهل جدا السيطرة عليه وضبطه والتحكم فيه وضعه 24 ساعة تحت التجربة فبالتالي بيبقى اسهل كتير جدا في اجراء التجارب عليه من الانسان لكن الهدف هو فهم الاتنين يبقى comparative psychology study animal behavior بيدرس سلوك الحيوان to gain insights into لكي او لكسب او لتكوين نظرة ثاقبة عميقة into how both لكسب نظرة ثاقبة عميقة للكيفية التي يسلب بها كل من الانسان والحيوان كلمة humans معناها البشر معناها البشر معناها الانسان يعني والانيمان اللي هو الحيوان كيف يسلك الانسان والحيوان او كيف تسلك الحيوانات والبشر وطبعا من منطلق ان فيه تشابه كبير جدا بين سلوكيات الانسان وسلوكيات الحيوان فيه سلوكيات الانسان اكثر تعقيدا الا انه هذا العلم خلانا نفهم كتير جدا من سلوكيات سلوكيات البشر دون الحاجة الى اجراء تجارب عليهم لان ده في خطورة وعدم يعني في اخلافات البحث العلمي بتمنع وحاجات بهذا القبيل يبقى خلينا مرة تانية نقول comparative psychology study animal behavior behavior كلمة عمالت قابلنا كتير بس المرة دي حطينا عليها كلمة animal to gain insight لكسب رؤية او بصيرة او نظرة صاخبة للكيفية هاو معناها الكيفية التي يسلك بها كل من الانسان والحيوان طبعا الbehavior والbehave behavior ده الverb وbehavior ده النوان فهنا معناها ده behavior ده السلوك لكن بهيف هنا كيف يسلك كيف يتصرف كل من الانسان والحيوان لو انتقلنا للفرع اخر بعد كده وهو social psychology احنا خلصنا comparative psychology وشوفنا ده بيهتم يعني قلنا ليه اسمه اخر اسمه animal psychology لكن في فرع اخر اسمه social psychology social psychology الصفة ان علم النفس الاجتماعي علم النفس الاجتماعي علم النفس الاجتماعي بيدرس ما اطلقنا عليه اللي هو الجانب الاجتماعي في حياة الانسان ولذلك هذا الفرع بيدرس interested مهتم in the behavior of people in group situations يعني ده بيتم بسلوك الافراد او سلوك الناس people معناها الناس البشر يعني الناس in group situations في المواقف الجماعية في المواقف الجماعية مواقف الجماعية اللي فيها عدد من الناس social psychology بيتم بالgroup situations بيتم بسلوك الانسان خلي بالكم ان احنا كل الفرع اللي احنا قلناها كلها عملت اهتم بالسلوك بس كل واحد بيتم بجانب معين من السلوك فده بيتم بالسلوك بس السلوك الافراد فين او سلوك الناس فين in group situations في المواقف الجماعية يعني المواقف الجماعية يعني المواقف اللي فيها اكتر من شخص طبعا سلوك الانسان لما يكون في مواقف اجتماعي اكيد بيبقاله خصائص ومحتاج علم الوحد اه محتاج علم الوحد اسمه العلم ده اسمه social psychology social psychology يبقى social psychology interested مهتم interested in بيهتم بيهتم the behavior السلوك سلوك مين of people الافراد او الناس in group situations situations معناها مواقف في المواقف الجماعية الجماعية group معناها مجموعة او جماعة في المواقف الجماعية برضو هذا الفرع من الفروع الهامة جدا مرة تانية خلينا اللخص اللي احنا قلناها من الاول كده بدأنا من counseling psychology وقلنا counseling psychology بيدرس فروع علم النفس او فرع بيهتم بي facilitate بييسر facilitate معناها هذا الفرع ييسر هذا الفرع بييسر بيسر ايه personal and inter personal functioning personal يعني شخصي وinter personal يعني اجتماعي functioning يعني الاداء الاداء الشخصي والاجتماعي across the life span برضو فيه ارشاد للاطفال طبعا وانتو مثلا في كلية التفولة المبكرة بتهتملوا برامج ارشاد للاطفال فإذا life span الارشاد مش للكبار فقط لا ده كمان للاطفال فممكن نعمل برامج ارشادية وفي كتير جدا مسجرين ماجستير ودكتوراه في برامج ارشادية للطفول للاطفال بإذن الكونسلين السيكولوجي فاسيليتات برسونال and انتر برسونال فانكشلين across the life span بييسر 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 الاداء الشخصي والاجتماعي للأفراد طبعا عبر مدى الحياة مع التركيز على ايه with a focus on مع التركيز على الاموشنال الجانب الانفعالي السوشيال الجانب الاجتماعي vocational الجانب المهني educational الجانب التربوي health related development and organizational concern مع التركيز طبعا على الجوانب او الاهتمامات المهنية والتربوية والوظيفية وإلى آخر ودي كلمات المهمة ودي كلمات المهمة شوفنا معا كده comparative psychology وقلنا ده لي اسمه آخر اسمه animal psychology وقلنا ده study animal behavior طب ندري السلوك الحيوانات ليه to gain insights into لكي يعني نكتسب نظرة صاقبة نظرة عميقة ليه how post animal and human behavior كيف يتصرف وكيف يسلك كل من الإنسان والحيوان عشان نفهم سلوك الإنسان والحيوان ندري سلوك الحيوان طبعا لاني زي ما قلت ان فيه كتير جدا بيرى ان فيه يعني جزء common جزء مشترك كبير بين سلوكيات الإنسان وسلوكيات الحيوان الفرعي يعني ده اختبار رقم 6 السوشيال سيكولوجي علم النفس الطربوي interested in the behavior of people in group situation ده موقف بيهتم أو ده فرع بيهتم بسلوك الأفراد في المواقف الاجتماعية في المواقف الجماعية في المواقف الجماعية خليني اختم بدا هوت اختم الجزء ده هوت اللي هو الفيسيولوجيكال سيكولوجي علم النفس الفيسيولوجي الفيسيولوجيكال سيكولوجي علم النفس الفيسيولوجي ده بيدرس بيدرس العلاقات علاقات المخ علاقة المخ البرين اللي هو المخ وبقية الجهاز العصبي بيدرس زي الاليشنشيب زي حلونا برضو الاليشنشيب معناها العلاقات بيدرس العلاقات العلاقات ما بين ايه ريليشنشيب معناها العلاقات علاقات ايه البرين البرين اللي هو المخ and the rest of nervous system وبقية الجهاز العصبي توزى توبيهيفيا يعني علاقة المخ وبقية الجهاز العصبي بالسلوك الجهاز العصبي اللي هو طبعا ال nervous system ده بيدرس علم النفس الفيسيولوجي علاقة العقل وبقية الجهاز العصبي بالسلوك يعني الفيسيولوجي كالسييكولوجي لمسميات اخرى لكن مش هو ده موضوعنا الفيسيولوجي كالسييكولوجي بيدرس علاقة معناها علاقة المخ وبقية الجهاز العصبي توبيهيفيا بالسلوك بالسلوك برضو لحظوا كلمة السلوك تكاد تكون متكررة في كل في كل الشريحة انا هقف لغاية هنا وحبعت لكم المحاضرة دي حبعت المحاضرة دي كاملة حبعتها كاملة على اساس ان الاسبوع الجاي لما نبقى في الكلية يبقى انا معايا الورق وحضراتكم معاكم الورق علشان خاطر ما نعودش لاني طبعا ما فيش ده تشو ما فيش امكانية ان احنا نشوف احنا بنقول ايه فحبعت لكم الباوربوينت دي تبقى مع حضراتكم ياريت تقدروا تتبعوها بحيث نقدر نشتغل بيها بحيث نقدر نشتغل بيها فاتمنى انها تكون معاكم انا طبعا هوقف في الجزء عند الفيسيولوجيكال سيكولوجي وحنكمل مع بعض المرة الجاية انشاء الرحمن